بسم الله الله مصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعي السلام عليكم اخواتي 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 في قناتكم حلوية اليانا ايليانا قاطوريو ان شاء الله حبيت انشارك معكم ومعرفين اني وجدتكم للدخول مدرسي هذا بغي موحيل مع قهوة العشية ان شاء الله سوف نتكثر لكم من هذا لا تحروا كامل واش تديروا لو ريدتكم ان شاء الله وان شاء الله دخول مدرسي موفقة للجامعة نقولوا بسم الله اول حاجة هنا كوب حليب دافئ اضفتوا هنا ملعقة ممسوحة خميرة الخبز ممسوحة كبيرة بصح ممسوحة وملعقة كبيرة على السكر هنا نخليهم خمس دقائق تدفعل فقط الخميرة بعد ذلك نروح نضيف عليها ثلث ملاعق سكر كبار وست ملاعق كبار زيت وبيض حبة ببيض الصفر خليتوا للدهن هنا ملعقة تعلافاني وملعقة مبشور الليمون ولا مبشور البورتوقال نخلطوا كامل ذكر المكونات مع بعض بعد ذلك نضيف لها ملعقة صغيرة خاملة الحلويات وملعقة كبيرة خل وبعد نروح نتجمعوا بالفارينة ما ننساوش الملعقة صغيرة تاع الملح لازم دايما في البريوش نديروها وبعد نتجمعوا العجينة جيدا حتى تحصلوا على عجينة تكون الطريق وتاتي العجينة دايما هناك نعجنوها يعني نلموها فقط اللم في العجينة اللم هنا في ذي العجينة نروح نضيف عليها ملعقة كبيرة تاع المارغارين ولا تاع الزبدة هذه اللي نتابعين نروح نروح دايما ننظيفها لانه فريمو تدير فرق في الوصفة يعني راكم تلمو فيها والجماعة اللي عندهم البيتخا ما تشوالوا بيدكم يعني في البيتخا نشوفوا برك القاوة متاع البات وما عندكم ما تديرو من أسهل ما يكون يعني عندها وقت فقط تحت تخمر نخلوها جانبا تخمر أنا كنو تصبح نديرها مقبل ما نبدأ قعفتوري ومبعد كين هنا يا نديقازي هشوف ما شاء الله كيف أخرج ما شاء الله لا عجن لوالو ومبعد نحلها فوق بابيك بيسان ولا فوق كيس بلاستيكي هنا ندهن على الوجهة شوية عمرقارين ندرزل عليها شوية شوية شوكولة هذا يعني ماشي حاجة كامل في السومة ومبعد ذرزلت علي ثاني شوية عزبيب يكون واحد على حساب إمكاني ندروا هذه العجينة ندرواها كامل ومبعد نغلقوا مليح لديك الفتحة التحتانية وبواسطة موس لازم يكون يعني قاطع مليحة وتقطعها كما نرى حتى تكملوا كامل هنا شوفوا أنا راني نضغط عليها بيدها إذا ما حبيتوها شغشينة أنا أنا نحبها هكذا يعني تكون ما يشغشينة بزا بس كيشوفوا راح تنتفخ وبعد ذلك صفاء البيض نضغط له شوية ندخلوها فورن لبنات ميتين ميتين وعشين البريوش الخبز يحب فورن السخول إذا ما دخلتوش على فورن يعني ميو ستين ميو سبعين مش رح يعطيكم نتيجة شباهية بس لكم البريوش الخبز يطيب عشر ربح ساعة بصح في فورن يعني مجهد هنا أخوة تأتيك يخرجتو دهنتو بشوية تعالى لكم في تيوغ در بيكو ولا بناباش كيما تحبو رح تعطيكم نتيجة من أروع ما يكون بصحتكم أخواتي يا فودي قرصنا تحذين جاك وتلعنا الترويذ أرثي وليت إن شاء الله